صباح الخير صباح الفرح صباح السرول نقول لكم مرحبا بكم في يوم جديد وطلة جديدة روتينة خفيفة ان شاء الله مرحبا بكم على قناتكم قناة منوعات ام ادم الجزائرية اليوم رح نعمل تنظيف خفيف للغوفة انا من عوايدي الحباب النظافة دائما عندي في البيت نجرد الحيطان وننظف التاقرة كما تعرفون الغبرة وهذه الحوايج يعني مفروغ منها انا من عوايدي دائما ننظف الابنت بس نتعلمها فيها المحامي نضع فيها شوية جاغل شوية غريزيل ونجيب السربيتة او بشكير كل واحد كيف يسميها اتعاوني بزاف نضع هذه هي خرجت الظربيتة للشميسة وبدأت تعمل وكانوا بنياتي طبعا معي رب يخليهم لي وربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظكم خليتهم كاملوا السياق ونكمل البيوت الاخرين واحدة باحدة ونقوم بالفترة ونقوم بالفترة وعندما الكثير من الاخرين وضعنا الاخرين اخرجوا يا لبنات وشو نقول لكم طريه ونقوم بنيه مليحة تعمل ونقوم بشكل مكان سوف نقوم بإضافة أطباق في صندوق الوصف سوف نقوم بإضافة لفح كامل المكونات نقيتهم ونشفتهم دخلتهم في الفرن غير شوية تنحلهم هذا كالنداء كما نقول احنا الرطوبة ورحيتهم وخدمتهم ودكتوفهم معي ان شاء الله وطبعا كما العادة والعوايدة نخسله بالملح والخل ونكمله بالقارس باش نحيل هذه الرحلة الزفارة فيه ورح ندير بشكل ضرر برك نحن نديره للطاجين نحن نحن نحضر خضرات نحن نحن نتحدث قصيتهم كلهم مربعات كما رأيكم تشوفون ونقوموا بشكل ضد نحن نديرها من فوق هنا بعد ما كملت الخدمة نحن نقلط نضعه في الفرن هذا هو القصة الثالثة لابنات راي على العجوز في عجاز في الدنيا هذي يتحطوا على الجرح يبرا تسهل تقولي لها المميمة وكين عجاز الله يهديهم يعني يعملوا حوايش تعموا نكر يعني باينين يعني في الوجه الحكاية وما فيها طبعا لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ولو كنتوا معايا يعني متتبعية يعني القدامة لا تنسونيش باللايكات والتعليقات المحفزة يا الحباب يا العزاز ربي خليكم لي يا أمي يحرمني من شوفتكم حكايتنا يا حبابي كما قلت لكم كينا واحد العخت اتصلت بيا وقالت لي يا أم آدم أنا راني حرت واتهت وش رح نعمل وش رح ندير ماذا بك تحكي حكايتي وخلي لبنات يسمعوها ويدبروا علي ويقولوا لي وش ندير ونتمنى إن شاء الله من كل واحد يسمع الفيديو يكملوا معي للآخر ويعطيني رايو في هذه القصة هي طفلة عندها 6 صور زواس كانت ماخدة شهر ونص يعني راحة ومبعد دخلت تباشر في الخدماتها عادي قتلي أنا نخدم بعيدة بالزفعة السكن تاعي فما نقدرش نرجع للبيت كنت نقعد يعني في الشغل تاعي مصباح مت منية حتى للربعة ولا الخمسة تلاشية بحنا رجع للطعم والزوج تاحا نفس الشي كنت نسكن معا شيخي ومعا زوستي ما عليناش قتلي يا أم آدم مش مرة من الزوز مش ثلاثة نلقى الخزانة تاعي يعني الخزانة ونتحط الملابس تاحا نلقاها في حدا يعني في ناس تمسها يعني نحنا كننا عارفون لما نحطوا قشنا نعرفوا كيف نحطوا لا شفت القش تاعي يعني مش مستف يعني مش منظم نعرف شي حد مسو يعني قتلي ما قدرتش نقول الجوز تاعي باللي راح نقف الغرفة تاعي هكذا أحسن يعني الإنسان مهما كان تدخلوا بعض الشوكوك صح ولا لا يعني الإنسان يقولك إن بعض الظنة إثم ممكن ظن يكون صحيح أو ممكن ظن يكون حرام يعني الشك فقتلي يوم آدم نقولك الصح أنا يعني من الناس اللي تحشم وتعمل تقل في يعني في اتخاذ القرارات وخفت ندير قرار تتنشع مني عزوستي والأشيخي يعني قلت لها أنا قطار احتالي حقلت لها شوفي يا بنتي هذه غرفة النوم هي غرفة خاصة أنت غرفة شيخك وعزوستك مجمش تتحد يعني تتعدي حدودها وهما نفس الشي غرفة ولدهم وكنتهم عيب يتحدوا يعني يتعدوا حدود تالغرفة هذيك إلا بحضور يعني الشخص هذك لو كان الأبن محاضر ولا الكنة حاضرة يعني هذي حتى لو غلقت الباب هذا ما يعني بلا ما يعمل ما ذرش أي حد بالعكس يعطيهم الراحة ممكن هما يكونوا حدا في البيت ويزجرهم حدا يعني ثاني ممكن هذا كل حد يجب معها أطفال ممكن يعني بلا شعور يدخل الغرفة تاعك ممكن يرفض حاجة تعدها بتكوني حتى ساكسي سواغ يعني حواج هكذا حطوطين فوق الأكوافز تاعك هذيك يحل الخزانة بلا ما يعبع فممكن أنت بعدها بهذا الطريقة تخلي الباب مفتوح تسببي لعزوجتك تسببي لها الإحراش فقدت لها من الأحسن تغلقي الباب بتاعك وتقصي الحكاية واحد ما قال واحد ما هذر والناس تتعذركم مبقاتش التامن فهمتوا يعني هذا اقتراحي أنا نتمنى أنتم تعطوني اقتراحاتكم واش راح نقول لها واش نضبر عليها ونقول لعزوج يا أمي مطي عراك عندك البنت وعندك الولد ولكن انت وصلك ربي تعملي حواج كما هك اتقي الله هذك تاني رأي امانة بين يديك ما عليش حتشتي حاجة من كنينتك يعني سخفتي على ريحة على أي حاجة خلي كنتك تروح للبيت وطلبي منها ما فيها باس ويعني وهذه بها تكون العشرة ما بيناتكم طيبة فهمتوا وانتي ترضيها لبنتك أنا أكيد متأكدة بلي انتي من ترضيها لبنتك كيف ترضيها لبنتك كيف ترضيها لمرت ولدك ويعني وهذه الدنيا يعني لما إنسان يضلب أحد يعني يعني يحقره راح يجينها حتى انتي ربي يردها لك في وليداتك ربي حر المضل على نفسه وحرمه بين العباد هذك آمانة فيعني الاحترام والقدر واجب ما بين الكنة وما بين العزوس نتمنى ان شاء الله القصة تكونوا فهمتوها ونتمنى ان شاء الله كنت خفيفة ضريفة عليكم يا الاحباب وجيتكم بهذا الصحان انتع الدوت الله الله هذيك الحلاوة وذيك اللبنانة وش نقول لكم يهبل يهبل احنا هنا يقولوا للدوت وانتم في ولاياتكم نتمنى كل واحد يقول لي واش يسميه ما بقالي نقول لكم في آخر الفيديو وجينا النهاية دعو إلا أظهر الله وليفرواحكم إلى فيديو آخر روتين أخ جديد إن شاء الله وقيصص جديدة وإن شاء الله تكون عبرة للناس كامل ونتمنى كل عزايز إن شاء الله يكونوا سمعوني يلا طالوا لي في روحكم لفيديو آخر دمتم في رعاية الله وحفظة مع السلامة